بعض الصفحات تقول بالليباش انه فيه مساهم قال بالليباش انا تنازل بشروط انا قلت بالليباش ولا واحد يملي الشروط تاوالين احنا قلنا بالليباش يعني كل المساهمين يتنازلوا على الاسهم انتعم لصالح النادي الهوي وهذا ما حدد خلال الجمعية العامة وكل المساهمين يعني المؤثرين هم معروفين يعني تم قاموا بالتنازل يعني بحضور المحضر القضائي وكذلك بحضور كذلك الموثق وبحضور كذلك كل الفاعلين وفي جمعية عامة علنية استثنائية والمحضر موجود يعني عند السيد والي الولاية من طرف الموثق اللي يتبت ويوتق كذلك عن تنازل يعني كل المساهمين على الاسهم انتعم بدون اي شرط لصالح النادي الهوي وانا قلت بالليباش يعني في الايام القليلة القادمة سنبدأ المفاوضات يعني مع شركة ايبروك وبطبيعة الحال نحن قمنا باعطاء كل الوتيق اللي طلبتها شركة ايبروك يعني منذ حوالي اسبوع او اكتر اعطينا لم الوقت اللازم والكافي من اجل الاطلاع عليها وخلال ايام القليلة القادمة سنبدأ ونباشر التفاوض من اجل الامضاء على الوتيق الوتيق هذه اللي يعني تنتقل تنتقل بالملودية من مرحلة الى مرحلة جديدة نحن وعدنا الوهرانيين وعدنا المواطنين وقلنا بالليباش هذا الامر هذا لا رجعت فيه وهو لا رجعت فيه وهم يعرفون جيدا بان ما نتخذه من قرارات يطبق على ارضية الميدان مهما كانت ظروف فنقول بالليباش يعني كلمة الحق انه يعني المساهمين يعني تنازلوا بمعض ارادتهم وبدأوا اي مقاومة تذكر وكانوا يعني داروا حتى يعني بعض التصاريح يعني للإعلام وقالوا بالليباش نحن جد سعادة بوجود شركات تصير يعني مردية وهران اليوم وحنا نتنازلنا طواعية على الاسهم من تعناه الى صالح الشركة لصالح النادي الهوي وما كانش يعني فيه اي اشكال يذكر لا بين النادي الهوي ولا بين المساهمين السابقين ولا بين كذلك سلطات المحلية المحلية والمساهمين السابقين